موسيقى يوم الأحد بإذن الله حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة الشمالية المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية أيضا تستمر رزخات الأمطار الرادية في المنطقة الجنوبية الغربية درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في المنطقة الشمالية تكون حول معدلاتها في المنطقة الشرقية والوسطى ويضا منطقة الجنوبية يوم الاثنين تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في المنطقة الشمالية نتيجة تأثر تلك المناطق بكتلة هوائية شديدة الحرارة المتمركزة هناك منذ أكثر من أسبوعين تقريبا درجة الحرارة أيضا تستمر كما ذكرنا مرتفعة في المنطقة الشمالية أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن تكون حول معدلاتها في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والغربية أيضا درجة الحرارة تكون معتدلة في المنطقة الجنوبية الغربية خاصة في المناطق الجبلية العالية أيضا زخاة أنطار رعدية متوقعة في الساعات الظاهرة والعصر فوق مرتفعة جازان وعصير منطقة الباحة يوم الثلاثة بإذن الله ترتفع درجات الحرارة هذه المرة في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية أيضا تستمر درجات الحرارة على المعدلات المثلة هذا الوقت درجات الحرارة تصلح حول منتصف الأربعينيات في المنطقة الشرقية وبعض الأجزاء من المنطقة الشمالية أيضا درجات حرارة تكون في بداية الأربعينيات وحاول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في العاصمة الرياض وعموما منطقة الوسطى درجات حرارة تكون في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات على سواح البحر الأحمر مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة السطحية مما يزيد الشعور بالحرارة في تلك المناطق المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أيضا زخات رعدي من الأمطار خلال ساعات الظاهرة والعصر يوم الأربعاء لا تغير الحالة الجوية الكتلة الهوائية الحرارة مستمرة بالتأثير على المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية درجات حرارة مرتفعة تقص شديد الحرارة في تلك المناطق تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في منطقة الرياض ومنطقة الوسطى بشكل عام في بداية الأربعينيات بينما يكون التقص أكثر اتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية مع استمرار للتشكلات الرعدية فوق مرتفعات جزان وعسلية للباحة ساعات الظاهرة والعصر درجات الحرارة تكون أيضا في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات على سواحل البحر الأحمر يوم الخميس أيضا تبقى درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة الشمالية ومنطقة الشرقية أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام الكتلة الهوائية الحرارة مستمرة بالتأثير على تلك المناطق أيضا تكون درجات الحرارة في العصم الرياض في بداية الأربعينيات تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام زخات رعدي من الأمطار متوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا حالة ضعيفة من عدم الاستقرار ومتوقعة طيلة الأسبوع الحالي في المنطقة الشمالية الغربية تحديدا مرتفعة تبوك وأيضا مرتفعة المدينة المنورة تكون خفيفة الشدة ومتفرقات التأثير يوم الجمعة بإذن الله أيضا لا تغير على الحالة الجوية توقع الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية درجة الحرارة في أواصل الأربعينيات تبقى درجة الحرارة حول معدلاتها في منطقة الرياض في بداية الأربعينيات بينما تكون درجة الحرارة في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات على سواح البحر الأحمر أما المنطقة الجنوبية الغربية تكون الأجواء أكثر اعتدالا مع طول لزخات رعدي من الأمطار خلال ساعات الظاهرة والعصر في هذا نهاية شرطنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة